تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء قامت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الزيارات الميدانية ومثل في إدارة التفتيش لتعزيز الرقابة على الأسواق والمحالة التجارية والاطلاع على أوضاع الأسواق ومنافذ البيع من حيث توفر المنتجات والسلع والخدمات بالكميات المطلوبة وذلك ضمن خطة الوزارة التفتيشية الشاملة لمختلف محال ومنافذ بيع المواد الغذائية في محافظات مملكة البحرين كافة وخلال زيارة لعدد من المحال التجارية في سوق المنام المركزي أوضح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن وزارة الصناعة والتجارة تحرص على تواجد المفتشين لأداء أدوارها من رقابية وبشكل متواصل ومستمر وعلى الفترتين الصباحية والمسائية طوال أيام الأسبوع مؤكدا زيارة إدارة التفتيش خلال جولتها الرقابية لعدد من المحال التجارية الكبيرة للاطلاع على التجهيزات القائمة قبيل شهر رمضان المبارك من حيث توفر المواد الغذائية الأساسية وأضاف الأشراف أن الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية تشكل صمم أمان لسلامة البيئة التجارية والإحماية المستهلك في آن واحد حيث يتم معاينة المنشآت التجارية والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين ويتم عند رصد المخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية وبين الأشراف أن هناك مجموعة من الزيارات الميدانية المتكررة تشمل الأسواق المركزية والمحال ذات المنتجات التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان منوها بالمؤشرات الحالية الإيجابية اهتمام على كافة المستويات لضمان سيابية وتوفر السلع في شهر رمضان المبارك خاصة مع اقتراب حلول الشهر الفضيل وإقبال المواطنين والمقيمين على التسوق من أجل هذه المناسبة وزيادة حركة الواردات إلى مملكة البحرين من السلع المتنوعة ومن هذا المنطلق تحرص حكومة مملكة البحرين على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان استقرار الأسعار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مؤخرا تابع جهود وزارة الصناعة والتجارة في التأكد من وفرة السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار ووزارة الصناعة والتجارة تقوم بهذه الحملات بشكل دائم ولكن مع خصوصية الشهر الفضيل يأتي التأكيد على أهمية هذه الحملات من أعلى المستويات وسنويا تكثف إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جولاتها الهادفة لتعزيز الرقابة والمتابعة للأسواق المركزية وجميع منافذ البيع حرصا على إحكام الجانب الرقابي بتواجد المفتشين في الأسواق والمحال التجارية بشكل متواصل ومستمر حيث تضع إدارة التفتيش دائما خططها لجولاتها الميدانية للمواسم والمناسبات المهمة اشتركوا في القناة